بسم الله الرحمن الرحيم بعد طول انتظار وصبر على تعطيل متعمد وغياب أي إيجابية من قبل الطرف الرسمي على طاولة الحوار وبعد التصعيد الأمني عبر أدوات القمع من اعتقالات لمئات المواطنين ومداهمات لمئات البيوت الآمنة والتي بلغت ذروتها المجنونة بالتعدى الآثم على حرمة منزل الرمز الوطني الكبير آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم حفظه الله والاستمرار في إصدار الأحكام الجائرة على سجناء الرأي فإن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وبالتنسيق مع القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة قررت تعليق حضورها في جلسات التمهيد للحوار لمدة إسبوعين وتؤكد الوفاق على أن خياراتها مفتوحة على مختلف الأصعدة واضعة في نظرها مطالب شعب البحرين العادلة ومصلحة الوطن بكل مكوناته جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الأربعاء 22 مايو 2013 ترجمة نانسي قنقر